اشتركوا في القناة انا مش عارفة هو اتجوزني اصلا ليه ولا بقيت فهم حاجة بس انا مش قادرة استحمل كل ده ولا بقيت عاوزة افضل هنا انت عارفة انك حامل صح فجر هزت راسها بقار ارجوك يا دكتورة ما تقول لهوش اني حامل هابوس ايدك لو عارف ممكن يخلينا اجهدوا غصب عني او ممكن ياخدوا مني ويرميني برا حياته انا بس محتاجة وقت افكر واشوف هتصرف ازاي ارجوك ساعديني بس انت لازم تعملي تحليل وممكن يكون عندك نقص في الحديد وهتحتاجي ادوية ولو لا قدر الله جسمك ما استجبش ممكن تحتاجي تتنقلي للمستشفى وتاخدي محالي الحديد لان واضح انك مش بتكلي وكده كده شوية وهيظهر عليك الحمل يعني والمجهود هيتعبك وده فيه خطر على الجنين ان شاء الله مش هيحصل اي حاجة وحشة بس بلا عليكي ما تقول ليوش دلوقتي وانا هعرف اتصرف هحاول بس انت لازم تخدي بالك من نفسك ومن حملك في الوقت ده دخل عاصم القوضة بديء وهو حاسس انها تأخرت زيادة عن اللزوم وده قلقوا عليها لكن كان بيرسم الجدية فيه يا دكتورة كل ده بتكشفي عليها ما تقلعش يا عاصم بيه ما فيش حاجة خطيرة بس المدام كان عندها مغص انا هكتب لها على مسكن وفيتامين والادوية دي لازم تاخدها لان الجسمها ضعيف جدا والاهم انها لازم ترتاح وتاكل كويس جدا عاصم بص الفجر اللي لفت راسها وهي مش قابلة تتكلم معاه او تسمع بعض اللي حصل او يكلامه معاه الدكتورة بجدية قالت هي رد بلاش الضغط العصب يا عاصم بيه عن اذنكم وديت له الرشيتة ومشيت بعد مدة عاصم امر مدام زينات تجاهز لها العشق وبعت واحد من الحرس جاب الأدوية فجر قامت وكانت رايحة قضيتها في مبنى الخدم وهي مش عاوزة يحصل بينهم اي منقشة او كلام جت تفتح الباب لقيت وقافل عليها بالمفتاح وهي حبسني ولا ايه ده وف ورجعت تقعد على السرير وبعد حوالي ربع ساعة الباب تفتح ودخل عاصم دخل بثقة والشموخ وورا واحدة من الخدم حطت الأكل على الترابيزة وخرجت بهدوء انت عاوز تفضل حبسني كده وانت عايزة تخرج تروحي فين في ستين دهية انت مالك انا جوزك يا هانم وما ينفعش تخطي اي خطوة من غيري من غير معرف انت رايحة فين وجاية منين بس دي مش عيشة انا مش جارية عندك علشان تعمل فيا كده عاصم حبي يمتص غضبها لانه كان قلقان عليها فعل عندك حق انت مش جارية وهسيبك تعملي اللي انت عاوزاه بس ممكن تاكل الاول وتاخدي دواكي وبعدين هتخرجي يا الله يا حببتي ما فيش داعي للخناء دلوقتي ماليش نفس اكل انا هاخد العلاج وخلاص لا طبعا ما ينفعش يا حببتي وبعدين علشان العلاج مفعول ويشتغل لازم تاكل يلا بقى الفجر قرب يأزن رفع ايده بحنان وبدأ يأكلها رغم رفضها لكن اصر وهي استسلمت لانها مش قادرة فعلا بعد مدة فجر اخدت العلاج وحست ان جسمها تقل رغم كده حاولت تقوم بصعوبة علشان ترجع لقضتها لكن عاصم قال لها ما فيش داعي تقوم يا فجر خليكي هنا وبلاش عناد انا تعبت وانت كمان اكيد تعبت فجر ما بصتلوش وهو قام رح قطه اللي كان الشغالين لسه بينظفوها من الازاز المكسور تقدروا تروحوا تناموا دلوقتي وبقى بكرة نظفوا الباقي مادام زينات كانت وقفة بتشرف عليهم طب وحضرتك هتنام فيها ازاي يعني دي تبهدلت خالص ما فيش داعي تشغل دماغك بيا تقدروا تروحي تنامي يلا خديهم وروحوا ناموا فعلا بعد لحظات كلهم خرجوا وعاصم غير هدوم وهو خرج من القوضة وقفلها بالمفتاح ورح لقوضة فجر فضل قاعد على الانتريبي دي وهو مش قادر ياخد رد فعل ناحيتها تصرفاتها بتقول انها فعلا بريئة لكن هل فعلا ممكن يفضل كرهها بسبب كسبها عليه هو متأكد انه بيعشقها مش مجرد واحد بيحبه واحدة هي فعلا ممكن تكون هي كمان حبته هي لو كانت نوية انها تلعب معاه يمكن لو هي حبته فعلا يقدر يسمحها لانه مش قادر يتخطى حبه ليها ورغبته في انها تفضل معاه بتزيد كل يوم شعور غريب وقوي لكن كبرياءه وكرمته رافضين ان يستسلم ليها ورافض بشدة ان يفضل معاها فضل يتقلب على الانتري وهو مش مرتاح وبيحاول ينام بصعوبة لكن سمع همهامات خفيفة منها بصلها وهو مش قادر يقاوم رغبته ان يروح لها وكأنها بتدعوب منتهى الاريحية ام فعلا ورحنا حيث السرير كان شعرها نازل على وشها مدي ايده وبعد شعرها شافها مضايقة حس بالحزن وقلبه اتقبض وهو شايف قصر لدموعها مال عليها بس غمض عنيه وهو بيسيطر على نفسه وبينام حضنها بتملك وغمض عنيه لكن ابتسم لما حس بيها بتحضنه وبتلف اديها حواليه وغمض عنيه ونم بعمق ثاني يوم في عزبة الزهيري حسن كان قاعد وحسس بالغضب والكره ناحية عاصم وهو بيفتكر ازاي اهانه في الحفلة هو وعيلته لما اخد فجر ومن بعدها الصحافة والسوشيال ميديا ما عندهمش من وقتها كلام غير عنهم وعن جواز عاصم والبنت المجهولة اللي ظهرت فجأة في عيلة الزهيري لكن كل ده ما كانش فارق معاه كل تفكيره كان في حمل فجر وجوازها من عاصم كان بيفكر ازاي قبلت على نفسها انه يلمسها ويقرب منها كان حسس انه هينفجر من الغضب وانه عاوز يقتله وياخد فجر ويجهد الجنين افكاره كانت كلها سودوية ومليانة غل وغضب لحد ما فاطمة قعدت قدامه وتكلمت بحدة انت هتفضل قاعد هنا ولا ايه ايه ما عندكش شغل ولا مش اغبة علشان تياتك تفضل قاعد لي كده ولا الست هنم لحست عقلك خالص وخليتك تنسى ان عندنا شغل مش كفاء الفضيحة اللي حصلت يوم الخطوبة عايزان اعمل ايه يعني انتم السببب في كل ده كنتم عارفين انه تجوزها وسكتين وانت عارفة اني هموت عليها ونفسها تجوزها ومع ذلك معرفتنيش انها هتتجوز اكتر واحد بنكرهه في الدنيا ومخرب علينا شغلنا وحياتنا كنت هتعمل ايه يعني لو عرفت كان زماني قتلته وشربت من دمه ورجعتها وديتها علقة ما تنسهاش طول عمرها بعدين اتجوزها بس للأسف طول ما هم خليها ما تخرجش لا يمكن اقدر اقرب لها علشان الحرس اللي واقفين هناك فاطمة بتسمت بخبص بس لو عاصم مات مونيرة هترمي فجر في الشارع او السجن وساعتها ما حدش هيمنعها عنك اصدك اقتلو لا ما تحاولش لان انت ما تجيش حاجة قدام عاصم ومهما حاولت مش هتقدر ده واحد يوقع بالت كلها في بعض ويقعد وهو حاطت رجل على رجل وهو ملوش دخل باي حاجة اللي زيد عشان يموت لازم يتحرق من جواه وينشغل عن الدنيا صحيح فجر عندها وحمع في اخر ظهرها رمت جملتها بخبص وثابته وقامت وهو مش فاهم قصدها لكن ابتسم بعد وقت لما استوعب عند فجر صحيت من النوم الساعة واحدة الظهر وهي حسة انها اخيرا الواجع اللي كانت بتحس بيه خف كتير وحست بالراحة انها عوضت الوقت اللي اشتغلت فيه لكن حست بالخوف لما بصت من البلكونة وعرفت ان الوقت تأخر وانها فضلت نايمة كل ده واكيد مادام زينات مش هتسبها ولا عاصم ولا والدته علشان كده كانت هتخرج بسرعة لكن وقفت تبصل نفسها في المراهة كانت لابسة بانطلوني البيجاما بتعاصم وتوب اسود بحملات ولقيت تشيرت البيجاما مرمي على الارض لكن ما كانتش فكرة قلعته امتى اصلا حطت ايديها على شعرها بحيرة وهي بتحاول تفكر وتفتكر لكن ما قدرتش في الوقت ده الباب خبت بهدوء ودخلت مادام زينات ومعها واحدة من اللي شغالين هلبسي اليونيفورم بتاعك وتعالي عندنا شغل كتير قالت جملتها بصرامة والبنت اللي معاها ثابت الهدومة على السرير وخرجت وهي مش فهمة ازاي مرات صاحب القصر تشتغل خدامة فيه ورغم كده باين علي انه بيحبها وخصوصا ان امرهم يسيبوها نايمة لحد ما تصحى هي براحتها وما يضغطوش عليها في الشغل وازاي كمان كان قلقان عليها لما الدكتورة دخلت تكشف عليها فجري اخدت الهدوم ودخلت غيرت نزلت بعد دقايق كان الشغالين خلصوا كل حاجة وده اللي خلى فجري تستغرب لان تقريبا ما كانش في حاجة تعملها لكن راحت لمدام زينات اللي اتكلمت بجدية الفطار بتاعك جاهز في قطك في مبنى الخدم والعلاج بتاعك هناك تقدري ترتاحي النهاردة بس انتي قلتي مادام فجر قلتلك تقدري ترتاحي النهاردة فجر بصت لها بدهشة لكنها فعلا راحت المبنى الخاص بالخدم ولقيت الفطار جاهز والعلاج كمان هناك وقعدت تاكل لكن ما كانش ليها نفس علشان كده خدت العلاج وفضلت قعدة تبص على الجنينة الكبيرة اللي ورا القصر خصوصا ان القصر في اول العزبة والجنين حواليهم اللي مزروعة كانت على مساحة فددين لكن ما شافتهاش ولا مرة اتنهدت بملل لكن غمضت عينيها وقررت تنام لانها مش عارفة هيجي لها امتى فرصة تنام بعمق مرة تانية هعندي جيجي في القاهرة كانت لست حاسة بالغضب وانها مش قادرة تتخيل ان عاصم كان متجوز الفترة اللي فاتت حست بالغضب والغيرة لما عرفت ان اتجوز البنت اللي كانت شافتها في الحفلة كانت قاعدة في قضيتها لما الخدامة خبطت ادخلي يا جيجي هانم مدام مونيرة وانسة نيرا الانصاري تحت وعاوزين يقابلوك مونيرة هانم بنفسها معقول جاية من الفيوم لحد هنا علشان تقابلني طب عاوزة ايه بص يقدمي لها عصير وانا هغير وجاية وجهزي العشاء جهزي عشاء يليق لولدة عاصم حاضر يا هانم جيجي قامت بسعادة كانت عنيها بتلمع بطمع وهي بتغير هدومها وبعد مدة نزلت اهلا اهلا يا مونيرة هانم الفيلا نوارت والقاهرة كلها نوارت ازايك يا نيرا انا زعلانة منك معقول تعرف اللي حصل وما تجيش الفيوم لانت عاوزاني اجيز زي هانم بعد ما عرفت ان عاصم تجوز انا اللي من حق يزعل لان المفروض كنت انا اللي بقى امراته مش البنت اللي جربوه عادي ولما انت عارفة ان المفروض انت اللي تكوني مكانها ليه قاعدة هنا ولسه ما جديش الفيوم انا ما قدرش يجي يا هانم وانا عارفة من الاخبار عن جواز عاصم كنت عاوزاني اجي علشان اشوفه وهو مع الهانم بتاعته لا 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 انا طبعا ما قدرش ومين قالك ان عاصم دايب فيها انت تعرفي انه مشغلها خدامة في القصر ايه ازاي وليه ده موضوع يطول شرحه هحكيهولك واحنا في الطريق للفيوم لان انت هتيجي معايا وانا هخلي عاصم يتجوزك بس لازم تعرفي كويس ان عاصم الانصاري مايلقش بيه انه يتجوز غير هانم مش خدامة حقيرة انا جايالك القاهرة مخصوصة علشانك فياريت ما ترديش زيارتي وتطلع يتجهز هدومك وتيجي معايا جيجي اتسمت بثقة وطمع وفعلا قامت تجهز شنطتها وراحت معاها وهي حكيت لها عن علاقة فجر وعاصم وانه ازاي بيتعامل معاها لكن رغم كده هي حاسة انه بيحبها وهي عايزة تمحي اي مشاعر ليها جواه بالليل عنده عاصم كان ساهي اعرابيته ورجع الاصر بعد ما كلم مدام زينات واتطمن منها على فجر اكتر من مرة لكن كل ما يتطمن عليها يعرف انها نايمة وده قلقوا عليها لكن مع ذلك حاول ما ينجرفش مع مشاعره ويحرص منها ومن خداعها وصل الاصر اللي كان هادي جدا وخصوصا بعد سفر والدته للقاهرة هي ونيرة واسرار والدته انها تعمل جلسة العلاج الطبيعي هناك لكن اضطر يوافق وابعت معاها الحارس فجر كانت واقفة في المطبخ بتجهز الاكل ليها بعد ما اتطمنت ان الكل نام وان ما فيش حد هيديقها فجر كانت حاسة انها مش عاوزة تاكل لحمة او فراخ ولا حب الاكل اللي جاهز علشان كده وقفت حمر بطاطس ومسك الطمطمية تقطعها وهي بتبص للجبنة القديمة بتلزز وشهية مفتوحة عملت طبق مسقعة كمات وهي حاسة بالجوع فعلا واتمنت ان ما حدش يشوفها ولا حد يزعق لها انها عملت لنفسها اكل من غير ما تستأذن عاصم دخل وهو سامع صوت في المطبخ وسامع همهامات لذيذة تقرب وشافها بتحط الاكل على طرابست المطبخ وبتسخن العيش عاصم دخل ببرود وتكلم بجدية بتعملي ايه هنا دلوقتي فجر بصت له بديق ولا مبالاة باكل عندك منع ما تقلقش اول ما مشي من هنا هتفعلك حق الاكل اللي باكله وعلى فكرة انا جهزتلك اكله وبشتغل بلقمتي عاصم بصيلها باستغراب لقاها بتشاور على صنية متغطية عملتلك الاكل ده بس في المقابل عملت لي اكل اظن مش هتطالبني بحق الاكل دلوقتي ومين قالك ان عايز مقابل قدام لقمتك ولا يكونش البطاطساية ولا طبق المساقعة ده هو اللي هيأثر على صروتي والله يا عاصم بي مش محتاج تقولي انك مستني المقابل اصلا دورتها في دماغي لقيت ان جنبك شايفني واحدة رخيصة بتعترف بالحب من اول بوسة فعرفت ان ما ينفعش اكل من غير مقابل وليه ما اكلتش من الاكل اللي اتي عامله ليا ما تخافش مش حطالك سمي فيه مش هو دل في دماغك اهدي يا فجر وبعدين انا ما قلتش كده بس بصراحة انا نفسي اكل معاك يعني من الاكل بتاعك ممكن هو قدامك انا مش همنعك تصبح على خير يا عاصم بيه قالت جملتها وكانت رايحة قدتها لكن قالها بجدية اعادي كل يا فجر انا مش عاوز اكل فجر بصت له وهو خرج من المطبخ وطلع قطه بعد ما حس انها فعلا مش حابة تتكلم معاه او تشوفه فجر فضلت وقفة مكانها وحسة بالديق لكن اخدت الاكل اللي كانت مجهزة ليه وبصت لطبق البطاطس والمسقعة وراحت عملت له سندويتشات طلعت على قطه وخبطت على الباب وحطت الاكل ونزلت بسرعة قبل ما يفتح عاصم بص للصينية اللي على الارض واخدها وما كانش له نفسي ياكل لكن ابتسم لما شاف السندويتشات